ثلاث شخصيات محسوبة على السنة العراقيين اجتمعوا في البحر الميت مع وفد اسرائيلي عام الفين واثنين وعشرين واقترح الاسرائيليون على العراقيين التالي ما رأيكم ان تحصل على مليوني مواطن سني جديد فكروا فيها واقنعوا سياسيكم ونحن بانتظار الاجابة وعلى هذا غادر العراقيون الى بلادهم واسرائيل انتظرت الرد وقبل ان نخبركم الاجابة على مقترح الاسرائيليين سنحكي لكم القصة كاملة في هذا التقرير فلا تذهبوا بعيدا احتلال وتهجير هاتان الكلمتان تحديدا لا يمكن فصل احداهما عن الاخرى في مشروع قيام دولة اسرائيل. وضعوا اليد على فلسطين ثم تهجير اهلها. هكذا جرى العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين والعام الف وتسعمائة وسبعة وستين. وهكذا سيجري في كل مرة تقرر فيها الدولة العبرية توسيع حدودها على حساب اراضي العرب والفلسطينيين. وعن الاحتلال وكيفيته فهذا حديث اخر وطويل. فهو قام بشكل منظم ووفق استراتيجية اعد لها اليهود والغربيون العدة والعتاد. على ان يستتبعه التهجير. فهم يريدون ارضا من دون شعب لشعب من دون ارض. وعلى هذا جرى ما جرى وهجر فلسطينيون كثر لمناطق عديدة في العالم. كان ابرزها طول الطوق. حيث لبنان وسوريا والاردن وحتى مصر. والحضور الفلسطيني بارز في هذه الدول وواضح ولا يحتاج الى تأشير. حتى ان هذه الدول وتحديدا بلاد الشام بحسب التسمية السابقة امتلأت بالفلسطينيين حتى ضاقت عليهم هذه البلاد الجديدة. وبات حكما البحث عن مستضيفين اخرين. وهذا ما شغل بال الاسرائيليين لسنوات. وعلى قوائم البحث الهبرية ظهرت عدة خيارات على رأسها سيناء المصرية. شبه الجزيرة الصحراوية الفارغة تقريبا وشاسعة المساحة والمجاورة لغزة. وهي يمكن ان تصلح كارضٍ بديلةٍ للشعب الذي اريد له ان يقتلع من ارضه الاصلية. لكن هناك ما كان يعكر صفو هذه الخطة. ببساطة الرفض المصري. والذي وصل حد التهديد بالحرب لو تعنتت اسرائيل بتنفيذ ما تحلم بتنفيذه. لذا كان لابد من بديل. وهذا البديل على القائمة منذ زمن. يعني ليس اليوم ولا امس وانما قبل ذلك. وتعود الفكرة للعام الفين واربعة عشر. حين اقترح صحفيون اسرائيليون ارسال اعدادٍ من الفلسطينيين الى العراق. نعم العراق البلد غير المجاور لفلسطين. لكنه شاسع المساحة ومنقسم على نفسه. وفيه خيراتٌ كثيرةٌ ويردخ تحت الاحتلال الامريكي او هكذا كان. كما انه يعاني من ازمة ديمغرافيةٍ وصراعٍ بين مكوناته عرباً واكراداً وسنةً وشيعة. وهذه بيئةٌ تجعل من العراق مكاناً محتملاً قابلاً لاستقبال الفلسطينيين وفق رؤية اسرائيل التي حددت هدفها العراق. والحديث كان عن محافظة الانبار اكبر المحافظات العراقية مساحةً واقلها من حيث الاكتظاظ بعدد السكان. وهذه الفكرة مع الوقت لاقت قبولاً في دوائر اسرائيل المختلفة. حتى جاء العام الفين واثنين وعشرين. وكما نقل موقع في مقالٍ للكاتب البريطاني ديفيد هيرست نشر مؤخراً. ويدور حول لقاءٍ سريٍ جمع بين ثلاثة ساسةٍ سنيين عراقيين من محافظة الانبار داخل احد الفنادق الفاخرة المطلة على البحر الميت. اكان بصحبتهم عددٌ من المسؤولين الاسرائيليين. ولم يكن موضوع الحديث بينهم يدور عن فلسطين بحسب هيرست. بل كان يدور حول الانبار التي تعد اكبر محافظة العراق واقلها اكتظاظاً بالسكان. وقد ذكر المضيفون ضيوفهم العراقيين بان محافظتهم تشكل نحو ثلث مساحة اراضي العراق. وثاء الحديث بين الطرفين جرى تذكير العراقيين بان الانبار تتمتع بخزانات ماءٍ ضخمةٍ غير مستغلة. بينما لا يعرف طريقة الاستفادة منها سوى الاسرائيليين والامريكيين. وتوقع الاسرائيليون ان ذلك المخزون من الماء يستطيع ان يحول الانبار الى سلة غذاء الشرق الاوسط باكمله. كما تحتوي المحافظة على احتياطية بنزينٍ وغاز يمكن استغلالها. وقد اخبرهم الاسرائيليون ان بامكانهم مساعدة الانبار في استخراج احتياطياتها من الثروات المعدنية. لكن الشيء الوحيد الذي تفتقر اليه الانبار كان الاعداد الكافية من القوة البشرية القادرة على تحقيق هذه النهضة. ويضيف هيرست في مقاله ان الاسرائيليين طرحوا السؤال الاهم الذي عقد الاجتماع من اجله في الاساس. ماذا لو عرضنا عليكم اثنين فاصل ثلاث مليون فلسطيني. واوضح الجانب الاسرائيلي ان هؤلاء الفلسطينيين من السنة مثلهم. قائلين الفلسطينيون شعب كادح ولديهم نفس ثقافتكم. كما ان وجود عدد اكبر من السنة في الانبار قد يساعد في قلب موازين السنة والشيعة لصالحكم. واختتم الاسرائيليون جلستهم هذه بالطلب من الوفد العراقي التفكير بالامر ومحاولة اقناع بقية المسؤولين العراقيين. وبحسب هيرست فان العراقيين الثلاثة رحبوا بالفكرة. لكن حين طرحوها على قادة الانبار تم رفضها. وليس قادة الانبار وحدهم من رفضوها. بل معظم العراقيين. وهذا ما ظهر جليا في تصريحات نشرها مقتدى الصدر ابرز ساسة العراق وقادته الدينيين. الذي قال في تغريدة له على موقع اكس. خاسئ كل من قال وقر بتهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء او الانبار او النقب او الى غير ذلك مطلقا. وكل من يتماشى هذه الفكرة الخبيثة الارهابية يؤيد من حيث يعلم او لا يعلم تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الارهابي الغاشم. واضاف الصدر ان صدور هذه الفكرة من بنيا من النتين او من العجوز الخريف او من ضيولهم في الشرق الاوسط يعني توسعة الحرب وتدويلها. مشددا على انه لا امريكا الشاذ ولا الكيان الصهيوني النزق او صياء على سيناء او الانبار او النقب. وكل هذا الكلام وفقا لما قاله الصدر. والذي لقي كلامه هذا توافقا من معظم الطبقة السياسية كرئيس الوزراء محمد شيع السوداني ومحمد الحلبوس ابن الانبار. والذي شغل منصب رئيس البرلمان العراقي. وبقية الاطراف والمكونات بما فيه الوقف السني العراقي والمسؤول عن الشؤون الدينية للسنة في العراق. وعلى هذا كان الرد العراقي على احلام الاسرائيليين بنقل ما يرونه شعبا لا يرغبون به في غزة الى مكان بعيد عن ارضهم الاصلية. وبعيدا عما قد يجري من تطورات في غزة. سيظل الاسرائيليون يحلمون بان يستيقظوا على ارض بلا شعب لشعبهم الذي كان بلا ارض. وسيظل الفلسطينيون يحلمون بان يعودوا يوما لديارهم مهما دفعوا من ثمن.